السلام عليكم ازاك شباب ورجع لكم تاني من جديد مع لعبة ماي هيرو اكاديمية او اكاديمية الابطال ومشاكل الرسائل الخطأ اللي بتظهر اللي هو الارور الكود 11 او اي ايرور تاني بيحصل داخل اللعبة في حاجة بس بسيطة كده اقولها لكم في الاول يعني ان كل ما حد مسلا بيكتب لي كومنت على المشكلة خاص باللعبة انا ببدأ احمل اللعبة عشان خاطر اعرف المشكلة ايه فبعمل الفيديو وبعدها على طول بمسح اللعبة تاني ولما يبقى في مشكلة تانية ببدأ انازل اللعبة تاني من جديد بعد كده عشان اشوف المشكلة ايه واعد كده ارفع الفيديو بصراحة انا ما فيش مرة من لانا من لانا حملت فاللعبة من جديد اه بلاق فيها اي مشكلة من اللي انتو يعني بتتكلموا عليها ده حقيقة بصراحة انا بتكلم معكم بصد يعني انا عمري ما قابلت مشكلة واحدة من المشاكل اللي انتو دايما بتكبالي في الكومنتات انا على فكرة عن الموبايل عندي مهوش يعني خارج للطبيعة ولا حاجة انا موبايل بتعمل برضو الفئة المتوسطة يعني عادي الموضوع مهوش كده بس هو في مشكلة بس بيبقى فيه مسلا مشاكل حاجة خاص باللعبة نفسها وفي حاجات بتبقى عندك بس حاجات بسيطة يعني اول حاجة مسلا في مشاكل في اللعبة انك لازم تحمل اللعبة دي من مصدرها يعني لازم تحملها بكامل الملفات بتاعتها ما ممكن مسلا تحمل اللعبة من مكان تاني يبقاش وصل له اخر تحديث للعبة فانت لازم تحمل اللعبة من مصدرها وما بلاش كمان حتة اللي انت تاخد اللعبة مسلا من صديقك اللي هو النظام الكوبي وبس برضو ده بيأثر على مشاكل اللعبة دي حاجة الحاجة التانية والاهم من ده كله النت الضعيف لو انت عندك نت عندك ضعيف او شبكة النت ضعيفة هيجي لك رسالة خطأ بدون اي شكل يعني اللعبة شباب دايما بتحدس داخل اللعبة يعني ببقى فيه تحديث كده صغير داخل اللعبة لما بيكي تحمل اللعبة ده خاص بالصيانة السيرفرات الخاص باللعبة وحاجات زي كده لما هي اللعبة تيجي تفتح وبتعرفش تحدس بيجي لك علامة الخطأ اللي هي اساسا مش عارفة تحدس هي مش عارفة تخش على اللعبة اساسا لان لازم تحدس الحاجة البسيطة دي لازم تحدس عشان تخش على اللعبة ولما تلاع عندك النت ضعيف ببتعرفش تحمل اللعبة والحاجة التانية برضو لازم يكون عندك الزاكرة تكون متكونش ضعيفة لو انت عندك الزاكرة عندك ضعيفة برضو هيكي لك غطأ لان غطأ تحديث لان مش هيتعرف تحدس اللعبة اللعبة لازم تحدس عشان تبدأ تشتغل اللعبة في بداية لما هي تفتح بتحتاج نت قوي عشان خاطر السيرفر بتاعك يفتح ويقدر لهو ينقلك على السيرفر بتاعك عشان خاطر انت تلعب اللعبة فهو لما يبقى في حاجة يعني ضعيفة فمتعرفش تنقلك الكلام ده بصوا برضو يا شباب عشان يعن تبقوا مقتنعين بالكلام اللي انا بقول له ده منشور من الضعم الفني الخاص بلعبة meods والحاجات اللي انا بقوله لك دي هو كاتبها اساسا يعني الا بقولها من المنشور بتاعه يعني من مهم حاجة من عندي فأنا يعني الحاجات ديت أنا بقولها لك كده بأمانة لازم أنت تعمل بها عشان خاطر اللعبة تشتغل معاك حتى تلاقي برضو هو ضايف حاجتين اللي أنا دايما بقول عليهم في كل مشكلة في أي لعبة اللي هو مود موفر الطاقة وزاكرة التخزين المؤقت ده دايما أنا كلما باقي أتكلم في مشكلة في أي لعبة لازم أتكلم عليها لو أنت ما تيجي تلعب اقفل مود موفر الطاقة يعني ما تشغلش وضع توفير الطاقة وإنت داخل تلعب الجيم عشان ده بيأثر برضو بيحصل كراش بيحصل حاجات خاص مشاكل باللعبة وطبعا في الآخر خالص لما بتلاقي عندك مثلا مشكلة مستمرة فأنت بتمسح زاكرة التخزين المؤقت الخاص باللعبة وتبدأ تقفل الجهاز من أول وجديد الموضوع ده بقفل الجهاز ده بسبب التطبيقات اللي بتعمل في الخلفية فأنت عشان تريح عقلك من الموضوع ده كله والمشاكل دي فأنت بتضطر أن أنت تقفل الجهاز خالص يعني بتعملش الريستار تقفل الجهاز خالص وتبدأ تشغاله تاني عشان خاطر التطبيقات اللي هي بتبقى بتشغالة في الخلفية دي تختفي عشان خاطر انت لما تجيب تلعب تخش على اللعبة تقفل اللعبة شغالها معك بشكل سليم وفي النهاية شباب أتمنى لما كنتش طولت عليكم في الكلام وعلى الترغي كتير معاكم بس والله المشكلة دي عامة على بعض الناس اللي بتحمل اللعبة ببعندهم نفس المشاكل دي لو في أي حاجة برضو اكتوبي لي تحت في الكومنتات وان شاء الله برضو هجاوب عليكم على طول تنسلوش يا شباب بالدعم باللايك والاشتراك في القناة وانشاء الله شوفكم في فيديو جديد سلام